حكاية بقى حكاية كبيرة كده او كبرت مش فاهم لي بس هي كبرت انبي بيطالب بحقه انه هو تبقى لنقاط الدول الاول يحق له المشاركة فيه الكونفيدرالية الافريقية اذا ارسل الاتحاد الافريقي اسمها الاندية اللي هتشارك في بطلاطة الافريقية الموسم اللي جاي وطلب من اتحاد او من ربط الاندية انها ترسلها قبل انتهاء الموسم قبل انتهاء الموسم فانبي قال لك انا كده تأهلت رسميا للكونفيدرالية طيب او طبعا مش رسميا يعني ده البيان بتاع انبي كاتب رسميا بس الرسميا دي تصاغ لو يعني يتكاف اكد انه لازم تبعت قبل انهاء الموسم ده ليسا ما حصلش ماشي المصري راح رده والاخر ببيان البيان ده قال ان انا الاحق بالمشاركة فيه الكونفيدرالية الافريقية من انبي مع تساوي النقاط ويعني ازا بتقول كده ايه رمى كلمتين على انبي كده انه احد اندية الشركات بيحاول بس يعني وترفض ادارة النادي المصري بشكل قاطع كافة الاسليب التي يرتقيها مجلس ادارة احد اندية الشركات لو انبي يعني والذي ده خلال الفترة الاخيرة على اصارة البلبلة في الاوساط الجمهورية كان اخر تلك الاسليب اعلان عبر الصفحة الرسمية الناديبة حكاياته فيها المشاركة الافريقية مستدر في ذلك الى الترتيب الذي نشرته الربط الاندية المصرية بعد الجولة السبعتاشر بان اعداد الجدول يتم بشكل الكتروني دون النظر للمواجهات المباشرة التي انتهت بفوز المصري طيب بص كل واحد يبحث عن حقه انا ما عنديش اي مشكلة في ده بالمناسبة يعني ولازم كل واحد يبحث عن حقه كل نادي يبحث عن حقه سواء امبي او المصري هتقول يا جماعة جدول الدوري عشان بس اوضح لكم شوية تفاصيل بس انا مش عاجبني مع كامل الاحترام طبعا لإدارة النادي المصري اللي حقه كامل انها هتبحث عن حقه ماكش دعوه بامبي يعني ابحث عن حقك مع رابط الاندية بس ماكش دعوه بامبي وامبي مانوش دعوه بالمصري والقالي مانوش دعوه بالزمالك وزمالك مانوش دعوه بالقال كل واحد يتكلم عن حقه هو مانوش دعوة كل واحد الطرف التالي ده بيتعامل ازاي? بص. ده الجدوة اللي بيستعد اليه? امبي. برمد في الصدارة بتنين وتتلاتين نقطة طبيعي الاهلي هيصعد. يعني الاهلي اصلا ده الجدوة القديم اللي هو كان نشره الرابطة. طبعا المباراة دي تتغيرت. بس دول السبعتاشر يعني امبي وصل لسبعتاشر مباراة بتعود دول الاول. المصر يوصل لسبعتاشر مباراة بتعود دول الاول. الاتحاد ستاشر مباراة في الجدول ده بسوى وعشرون نقطة. سبعة وعشرين نقطة. بس اتهت القسب للنهاردة من الاقل المباراة المعاملة بالنسبة له. فبقى عندي سبعة وعشرين نقطة بعد سبعة عشر مبر grille. المصري تمانية وعشرين امبي تمانية وعشرين طيب. امبي بيتسنية على ايه? علي فائل الاهداف بحسب الجدول. تمام? بحسب الجدول. وفعليا زي ما المصري قال. انا عمش معك واحد الله بس. فعليا زي ما المصري قال انه الكترونيا امبي هم اللي همش ده الالكترونية اللي بيعد يعني ملوش دعوا بقصة المواجهات المباشرة وبيحسب فرق الاهداف فخلى امبي في المركز التاني طيب انا بس برضو وده مش يعني ايه مش 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 قرار رابط الاندية رابط الاندية بقى اللي هتشوف الصحة ايه بس برضو فكرة المواجهات المباشرة اسمها المواجهات المباشرة طيب فكرة انه الدور الاول المصر كسب امبي طيب المواجهة التانية فين طيب ما هو برضو المصري هيقول لك لا ما انت قلت المواجهات مباشرة وبعد كده استثناءا هتصعد الفرق من الدول الاول فخلاص المواجهة المباشرة اللي احنا كسبتها هي اللي تصعدني بص تفاصيل كتيرة وزي ما قلتلك انبي من حقه يبحث عن حقه المصري طبعا من حقه يبحث عن حقه بهدوء واللي ليه حق لازم ياخده بهدوء وطبقا لللاقاحة للاقاحة الرابط الاندية اللي اتبعت للاندية انه لو الكاف رفض انه الفرق ما يتبعتش اسماءها بعد نهاية الموسم وحط مواعيد معينة فهيبعت اندية او ترتيب الدول الاول فالمصري حقه يسأل انا من حق اشارك في الكونفادرلية انبي حقه يسأل انا من حق اشارك في الكونفادرلية ده بحسب ايه مش رأي كريم رأي انبي اللي عنده طلبات رأي المصري اللي عنده طلبات بس ناخدها بايه؟ بهدوء نفرح لما المصري طبعا يشارك في الكونفادرلية نفرح ايضا لانبي انه يشارك في الكونفادرلية نفرح لأي نادي مصري هيمسلنا ان شاء الله في البطولات الافريقية بمنتهى الهدوء